هو أول مستهلك أنه يكون عنده وعي بأنه هو صاحب سلطة يقدر يغير قرار مش يجيبوا لي الأشياء اللي حاب بني أنني نستهلكها لا يأثر فيها معلش يشوف الإشارات بحما يتأثرش بك الإشارات ميروحش لك المعالي الحالية تناعت كنا يا أخي واحد المحلات تروح لها وانت مش عارف وش تحتاج أصلا تروح اللي تلقيها تشريها في الأخر الحاجة ممكن تقع شهرين ثلاثة وما ومستهلكهاش وبالتالي المستهلك كلما كان واعي بالإحتاج وفقط أن نستهلك على حسب الإحتياجة ما ένα تشوفوني عندي إحتياجات نرترك الإحتياجات كان الهياخي كان اليومية وكان الشهرية وكان لدي واحدة طريقة تحت تنظيم في اقتناء طريقة في اقتناء هذه الإحتياجات وعلى حسب الميزانية لأن الميزانية تختلف كل واحد والميزانية تائه مهما إذن إذا كان ممنهج الإنسان عارف الإحتياجة التائه وكيف رح يلبي الإحتياجة التائه ويش رح يشريك تقدم معناها اللي يلقاها مش بشي يتأثر بهك الإشارات ديما نقول للمستهلك ياخذ وقته في الإقتنال لأنه ممكن حتى واحد يقوله بسيف لازم تشيريك الحاج راه يلقاء القرار ينبع من المستهلك يفترض بها كما كيعود عارف بباله باللي راهو مش يستيرك على حسب الاحتياج التاع والقرار اللي راهو يهزه معناها نختار هالمنتوج من هالمنتوج راهو عنده تأثير مش فقط علي راهو عنده تأثير إيجابي لازم يمارس الدور التاع بطريقة إيجابية مش سلبية مش اللي نلقاها نقتنيها ممنهج يعني مش اللي نلقاها نقتنيها نقتنيها على حسب الاحتياج على حسب الحاجة هذا راي يخلي حتى من التجار خنقولها بالعامية يريقلهم حتى التجار ميجيبولها غير الحاجة اللي صح ونقص من اللهفة والعشوائية أكيد وشي فقط حبيت نقول واحدة الكلمة لغمالك الحمدى نحن في الجزائر في الجزائر أممكن هي أكثر دولة اللي تحبث على القضية الفلسطينية ولي رأي جزائر ما عنده شرط بيع يعني مع الكين أن الجزائر هي قبلة الأحرار ومعنها أي من يوم استرجعت الجزائر السيادة الوطنية التاح وهي تدعم أي حركة تحررية في العالم على لأنه لما يدير خطوة تحرر إلا وأنه صاحب حق فيك الأرض إذا كنا نحن مش بشن لماذا لجأ الفلسطينيين لهذه الحرب لجأ لهذه الحرب لأنهم للحصار الذي يعني يتعرضون له في أرضهم ويغتصبت أراضيهم كيف يقعدوا يتفرجوا وحتى ربي قال لك أعدوا لهم ما استطعتم مش بشن قد نستنى حتى يقعدوا عندي دبابات كذا اللي نستطيع عليها اللي نستطيع هندينا هذا كهون حاربي منها والله يا ربي إن شاء الله ينصرهم في فلسطين وإن شاء الله وإحنا ربي ينصرنا بالمجهود خنقوله مجهود قليل المجهود لنبذله فقط لأنه هي عبارة على قرار خذها اشتري هذا الحاجة فقط هو في الحقيقة ما هو إلا قرار للمستهلك المستهلك هذا هالقرار هم يتخذ إلا بعد ما ما اللي يشروع ويشو وفي ثقاف نفسه وشي الحويج اللي راي تعود ممكن بالفائدة على القضية الفلسطينية ذي كان نشريها واللي لا تعود بالفائدة عليها والله ممكن نتجرح ذي كان من أقصنيهاش إضافة عني بالطريقة هذي مش فقط بش ندعم القضية الفلسطينية راي ندعم حتى في الاقتصاد الوطني التاعي معناها راني بش نتجه نحو المنتجات اللي راي الناس راي تنتجوا راي توكني يتحدث لك على الصوص وبالله عند المشكل الصوص المشكل هذا هو اللي يولد للهم ما بش ناس تحاول أن تستثمر هو ممكن الجزائر عندنا واحدة المشكلة تحت سيير معناها عندنا الخيرات وعندنا القوة الثروات الطابعية والثروات خنقوله البشرية وما إلا ذلك عنا فقط مشكل في التسيير ممكن حتى هذا المشكل بمرور الوقت يولي ويعاود يتنظم ونعود نحن صح أصحاب سيادة على أنفسنا بأن ما نحتاجوا حتى بلاصة أخرى نجيبوا منها المنتجات اللي نحتاجون ولا تفرض علينا قراراتها الدولية نعم أكيد